سبحانه وتعليق أحد المسؤولين في السعودية على مجملة الأهلي حروسة أحمد عبد المقصود مدرب زمالك السابق على التعليق على قرار نادي زمالك الاعتذار عن المشارقة في بطولة السوبر المصري القادمة أمام الأهلي هذا القرار الذي جاء عقب علان لجنة لسئناف تاجي للنظر في ملف قهربة لحين النظر في طعن الأهلي ضد لجنة الانضباط والذي من المقرر النظر في الدعوة يوم 14 مايو المقبل وهو ما يعني مشارقة اللاعب في تلك المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل أحمد عبد المقصود خلال تصريحات تلفزيونية استنقرى تصرفات اتحاد القرى مع الزمالك وأكد أن ما يحدث مجاملة واضحة للأهلي واستشهد أحمد عبد المقصود تصريحات تحدث أنها جاءت إليه من أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لقرة القدم حيث تحدث إليه المسؤول السعودي أن ما يحدث في مصر من مجاملة للأهلي كان يحدث في السعودية لصالح الهلال من أجل أن يبقى المنافس الأوحد ولكن حاليا في السعودية الأمور تغيرت وأصبح الجميع ينافس في الدوري السعودي والجميع يحصد البطولات وأتبع أحمد عبد المقصود أن مجاملة الأهلي وغياب العدلة في القرة المصرية وصل إلى حد الاستفزاز وطلب بضرورة تطبيق العدل وإيقاف الاحتقان الحالي مؤكدا أن القرارات العدلة في أرياضية بعيدة تماما داخل مصر لدرجة أصبحت صعبة جدا ما فيش فايدة والله